السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد رجا من اكاديمي البي برو تريدر. ودرس تعليم جديد بعنوان نموذج التريبل توب او نموذج الكمم التلاتة. يعني ايه نموذج التريبل توب او نموذج الكمم التلاتة? في الدرس اللي فات عرفنا ان احنا عندنا نموذج اسمه الكممتين المزدوجاتين. يعني ايه? يعني كان عندنا نموذج كده يعمل كمة وينزل ويطلع يعمل كمة تاني. القمة التانية دي بيكون على نفس المستوى القمة الاولى او اعلى من ها شوية او اقل منها شوية. وان ان هو النموذج ده بيكون عندنا على شكل حرف الام. تمام? طيب احنا عندنا النموذج بتاع النهاردة اسمه نموذج التريبل توب. نموذج التريبل توب ده من الاسم بتاعه اه احنا كاتبين هنا نموذج القمة التلاتة. تمام? نموذج التريبل توب ده بيكون عندنا السعر عامل تلات كمم. بيكون على شكل حرف الو. بيبقى الكمم برضو يا اما متساوية او غير متساوية بالشكل اللي احنا شايفين ه ده. يا اما بتكون بالشكل ده كمه دي. وبعدين كمه اقل وبعدين كمه اعلى زي حرف الو بالزبط. او تبقى عاملة كده. تمام? كمه اعلى وكمه اقل مفيش كمه متساوية خالص. يا اما بيكون كلهم في نفس المستوى بالزبط. تمام? ده نموذج طب ايه هي خصائص نموذج بتاعنا? النموذج ده من النمازج اللي انعكاسية يعني بتكون عكسها للاتجاه. يعني ايه عكسها للاتجاه? يعني مسلا عندي الاتجاه الصاعد اهو بيبتدي يعمل الكمه دي الكمه الاولانية اهو وبعدين ينزل تمام? ويطلع يعمل الكمه التانية اهو. وبعدين ينزل وبعدين يعمل الكمه التالتة اهو. تمام? طيب. احنا كده الاتجاه بتاعنا كنصعد وقلنا ان النموذج ده نموذج انعكاسي. يعني المفروض الاتجاه بعد ما يعمل النموذج ده يتقلب الاتجاه الاتجاه هابط. تمام? طيب. احنا عندنا ده اكبر كمه وده اقل كوع عندنا اهو. تمام? النموذج بيتم الدخول بيع بكسر اقل لقاع. النموذج عمله. والهدف بتاعنا بيكون من القمة للقاع. الفرق ما بين القمة للقاع. لو مسلا عندنا الفرق ما بين القمة والقاع خمسين نقطة. يبقى هنا الهدف بتاعنا من اربعين لخمسين نقطة. يعني الهدف بتاعنا بيكون مش لازم من الخمسين نقطة بالضبط. احيانا بيوصل قبل الخمسين نقطة بشوية وبعدين بيرتد. تمام? طيب. احنا قلنا ان ده نموذج انعكاسي. بيحاول الاتجاه لو الاتجاه كان صعد. بيكون هابط. وبيكون الكمم زي ما قلنا بتأتي مش كلها في مستوى واحد. احيانا بيكون كمة اعلى من كمة او كمة اقل من كمة. تمام? وزي ما قلنا ان احنا بكسر خط العنق. خط العنق ده اللي هو الخط اللي تحت. لا بيتم الدخول بيع مباشرة بعد كسر خط العنق. والاهداف بتاعتنا بيكون من الاعلى كمة لالقاع. اللي بنحسب الفرق ما بينهم. وبندخل بيع بهدف الفرق ده بالزبط. تمام? او اقل شوية. يعني بنكون احنا كده كده الاهداف بتاعتنا بنحددها على اول مقاومة او اول دعم هيقابله السعر بتاعنا. تمام? طيب ما تعالوا نشوف تطبيق على النموذج ده على بتاعنا. تعالوا نطبق على هنطبق النهاردة على السوق الكطري. وهنطبق على السوق الامريكي. تمام? عندنا ده مسلا مؤشر. اه عندنا ده سهم في السوق الكطري. اسمه سهم الاجارة. تمام? اللي اتجاه عندي في الاول كان ايه? لو لاحزنا كده هنلاقي ان الاتجاه كان صاعد زي ما احنا شايفين او الاتجاه كان صاعد. السعر صاعد من واحد ريال ويه بوينت زيرو تلات عشر. طلع لحد الواحد ريال واتنين وعشرين درهم. تمام? بدأ السعر يعمل كمة هنا عند الواحد اتنين وعشرين وبعدين ينزل. وبعدين طلع عامل كمة اقل شوية عند تقريبا الواحد آآ وعشرين وبعدين نزل وبعدين طلع عامل كمة تانية اهيه وبعدين ينزل. بس هنا الكمة دي كانت اقل من الكمتين البين. وعمل لي حرف وزي ما احنا شايفين. بعد ما عمل بعد ما قسر خط العنج بتاعنا اللي احنا هو من اكبر كمة الاقل لكوع اللي حصل. حصل بيع بقوة كبيرة جدا والسهم هبط. احنا لو حسبنا الفرق ما بين الكمة والكوع هنلاقي حوالي الفرق ستة آآ سبعة في المية اهو سبعة ونص في المية او سبعة وستة وتلاتين من مية في المية. هنا حقق معانا حوالي السعر سبعة سبعة في المية بالزبط تقريبا او ستة وخمسة وتسعين من مية في المية. زي ما قلنا السعر ما بيجيبش الهدف بالزبط واحيانا هيجيب الهدف بالزبط وزيادة. فاحنا بنبقى ماشيين اللي هو يعني بنمشي بنشوف في السعر لو بدأ يظهر اشارات العكاس بنخرج. لو فيه دعم او كده بنبتدي نقلل الكميات اللي معنا. طيب تعالوا نشوف سهم تاني. عندنا سهم قطر وعمان برضو في البورصة القطرية. عندنا زي ما احنا شايفينا هو السهم طلع. دي عندي كانت النقطة الاتجاه كان صعدة هو. دي كانت نقطة مقاومة. المنطقة دي كده هي كانت نقطة مقاومة بالزبط. تمام? السعر اختراقها. طلع عمل كمة. وبعدين نزل تاني عمل لها عادة اختبار. طلع عمل كمة تانية. نزل قبلها بشوية. وبعدين طلع عمل كمة تلتقى. حرف ال W اهو زي ما احنا شايفين. كمة اعلى من كمة اعلى من كمة. وبعدين السعر لما قصر بنشوف من اقل لقاع لاكبر كمة. عندنا اقل لقاع اهو عند الستة وخمسين ستين. واكبر كمة عند الاتنين وسبعين تلاتين. المفروض بنقيس المسافة ما بين الكمة والقاع. اهو. تمام? المسافة دي. المفروض بعد ما يتم الكسر والاغلاق تحت خط العنق بيتم الدخول البيع. هنا تم الكسر والاغلاق تحت خط العنق. السعر جاب الهدف معايا بالزبط المفروض الهدف بتاعنا يكون هنا تقريبا اهو. عند نهاية الخط ده. جاب معنا الهدف بتاعنا وزيادة زي ما احنا شايفين. تعالوا ناخد اخر مسال معنا على في السوق الامريكي. عندنا في السوق الامريكي زي ما احنا شايفين. الكلام ده كان في الفين وعشرين شهر واحد الفين وعشرين. الاتجاه كان صاعد بقوة. شايفين اهو? ده فريم السعر. الاتجاه كان صاعد بقوة كبيرة جدا. اهو. السعر كان طالع من سبعة وعشرين الف وتمانمية واحد. طلع عندنا لتسعة وعشرين الف تلتمية وسبعين تقريبا وبعدين نزل تاني للتمانية وعشرين مئة وتمانين. وبعد كده كمل. تمام? كمل صعود معانا للتسعة وعشرين الف وربعمية وتسعين. وبعدين نزل شوية وبعدين طلع تاني للتسعة وعشرين الف وخمسمية خمسة وخمسين. تمام? زي ما احنا شايفين اهو. زي الاتجاه كان صاعد من هنا. وبعدين السعر عمل حرف تلات قمم. وبنشوف بنبتزي بقى بعد ما يعمل التلات قمم دول حددنا اقل لقاع واكبر كمة. السعر المفروض احنا عندنا بنبيع بعد كسر خط العنق. خط العنق اللي هو ده. عند التمانية وعشرين مئة وتمانين اللي هو اقل لقاع. المفروض بعد ما يتم كسر الخط ده بنبيع. فعلا بعد ما تم كسر الخط ده بيعنا والهدف بتاعنا كان ما بين الكمة والقاع حوالي احنا بنتكلم من التمانية وعشرين الف مئة وتمانين للتسعة وعشرين الف يعني خمسمية احنا بنتكلم في حوالي آآ الف ومتين نقطة. السعر جاب معنا الهدف بتاعنا وزيادة ويعني والضعف والضعفين والتلات اضعاف كمان يعني احنا لو نزلنا كمان لتحت كده شوية هنلاقي ان السعر زي ما احنا شايفين وصل للتمنتاشر او التسعتاشر الف وبعدين بدأ يرتد تاني اهو. وصل معانا السعر لتمنتاشر الف وخمسمائة او تمنتاشر الف وتلتمية. فطبعا كده جاب معانا الهدف بتاعنا وزيادة بكتير جدا جدا جدا. وده كان درس النهاردة. اتمنى اكون افدتكم. اتمنى اكون مطولتش عليكم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة